بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة ورحب بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وبركة فيكم أيها الأخوة المستمعون الكرام لا يزال حديث موصولا حول صلاة الترويح وما يتعلق من سئلة ومسائل المرأة ولكن لعلنا نبدأ بسؤال ربما خارج هذا الموضوع فضيلة الشيخ لأنه يناسبا يطرح اليوم حيث يدور بين الطلاب والطالبات البعض منهم يقول بأن تصادف رمضان مع الاختبارات المدارس هل لهم أن يعني إذا وجد تعبا وإرهاقا أن يفطر أم لا هل يسوق هذا الأمر الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد بيّن الله سبحانه وتعالى الذين يسوق لهم الإفطار في رمضان وهم المسافر والمريض والحايض والنفساء هؤلاء هم أصحاب الأعذار الذين يفطرون في رمضان وأما المقيم الصحيح فهذا يجب عليه الصيام ولا يجوز له الإفطار لقوله صلى الله عليه وليقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومعنى شهده حضره خلاف المسافر أو المريض فإنه ما يفطر عن لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وكذلك جاءت السنة الصحيحة في أن الحايض تفطر وتقضي من أيام أخر كما أنها لا تصلي ولا تقضي الصلاة تخفيفا عنها ومثلها النفساء وقد جاءت أعذار أيضا في حق الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما على الحمل والرضيع أنهما تفطران وتقضيان ما أفطرتاه وكذلك الشيخ الهرم والمرض المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ويشق عليه الصيام أيضا يفطر ويفدي عن الصيام بإطعام مسكين عن كل يوم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فالشيخ الكبير الهرم والمرض المزمن يفطران ويطعمان فقط وأما الحامل والمرضع فإنهما تفطران وتقضيان ويجب عليهم إذا كان الخوف على الولد فقط أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء كما نص على ذلك أهل العلم وأما أصحاب الاختبارات وأصحاب الأشغال الذين يشتغلون في البلد من غير سفر فلا يجوز لهم الإفطار لأن المسلمين ما زالوا يشتغلون من عهد نزول القرآن وقد يكونوا شولهم أشق من أشغال اليوم فلم يكونوا يفطرون فدل على أن الإفطار لا يجوز إلا لمن نص الله جل وعلا عليهم في كتابه الكريم والاختبار ليس عذرا والعمل في البلد والعمل قريب من العمل الذي ليس معه سفر لا يبيح الإفطار ولو كان شاقا لكن إن خشي على نفسه من الموت إذا صام وخشي على نفسه من الموت فإنه يفطر ويدفع عنه الضرر ثم يقضي بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عودة إلى موضوع التراويح وإقامة التراويح بالنسبة للنساء تقول إحدى هن هل من بأس أن تذهب ما محرمها لمسجد إمامه حسن الصوت ليتأثر قلبها بالتلاوة ولو تخطت بذلك مساجدا الأفضل للمرأة أن تصلي في أقرب مسجد من بيتها لأن لا تتعرض للفتنة لأن ذهابها إلى المسجد البعيد أولا يشق عليها وهي امرأة ثانيا أنها تتعرض للفتنة فالأفضل لها أن تصلي في أقرب مسجد من بيتها بل الأفضل المطلق أن تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لأنه أستر لها وأبعد لها عن الفتنة لكن إذا خرجت فإنها تخرج بالأدب الشرعي وتصلي في أقرب مسجد إليها لأن ذلك أحفظ لكرامتها وإذا ذهبت إلى مسجد أبعد من المسجد الذي عند بيتها مع محرم لها يصونها فلا بأس بذلك لكن هذا خلاف الأفضل في حقها نعم بارك الله فيكم أيضا تقول لأحد المصليات أو إحدى المصليات أنها تلاحظ باستمرار إعوجاج الصفوف في المسجد وهذا بالنسبة للنساء وكثرة الفراغات وربما صلت بعضهم في طرف المسجد بجزء من الصف فما الحكم في هذا الشيء النساء إذا صلينا جماعة وحدهن أو صلينا خلف الإمام وخلف الرجال فإن الصفوف هنك صفوف الرجال ينطبق عليها ما ينطبق على صفوف الرجال من حيث تعديل الصفوف ومن حيث إكمال الصف الأول فالأول فصفوفهن مثل الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فدل على أن النساء يصلينا صفوفا في المساجد خلف الرجال وإذا صلينا صفوفا خلف الرجال أو صلينا صفوفا وراء إمامة لهن فإنهن يعدلنا الصفوف ويمنعنا من الخلل الذي يحصل في الصفوف بأن لا يدعنا فرجات في الصفوف ويكملنا الصف الأول فالأول نعم لو ذكرتم فضيلة الشيخ بالأماكن الأفضل بالنسبة للصف قولنا إن إذا كنا يصلين مع الرجال خلف الرجال فخير صفوفهن آخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشرها أولها لقربه من الرجال ويخشى من الفتنة أما إذا صلينا وحدهن منعزلات عن الرجال أو كنا في المسجد ومعزولات عن الرجال بساتر مثل ما هو الموجود في هذه الأزمنة فإن صفوفهن كصفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها نعم لكن ماذا عن يمين الصف وميسرته؟ كصفوف الرجال تماما صفوف النساء كصفوف الرجال تماما من حيث أهداف الصفوف ومن ذلك أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته والمحاذات الإمام أيضا أفضل نعم ولو صلت بالجزء الأيمن وكنا لوحدهن في صف في الطرف الأيمن للمسجد يسوغ هذا يسوغ هذا لكن قلنا لازم من اتصال الصفوف ومن سد الفرج ومن تعديل الصفوف حتى يتكامل الأجر نعم بارك الله فيكم فضيل الشيخ بعض النساء يحضرنا معهن البخور إلى المسجد ويتطيب ويطيب هذا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عند الخروج أن تتطيب لأن ذلك يجلب إليها أنظار الرجال وقال عليه الصلاة والسلام وليخرجنا تفيلات أي متبذلات من غير طيب وحذر صلى الله عليه وسلم من تطيب المرأة عند خروجها سواء خرجت لحاجة أو خرجت للصلاة في المساجد بالمناسبة وفضيل الشيخ أيضا بعض النساء تقدم البخور لزائراتها في البيت وربما تظل هذه الرائحة مع النساء أكن خروجها فما توجيه تطيبهن في البيوت أخف لكن إذا خرجت المرأة فلا تخرج برائحة طيب ولو استعملنا الطيب الذي ليس له رائحة قوية يكون هذا أحوط وأتب نعم بارك الله فيك وفضيل الشيخ أيها الإخوة المستمعون الكرام كان لقائنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الذي تفضل بالإجابة على هذه الأسئلة شكر الله لفضيلته وجعل ذلك في موازين أماله إنه سميع مجيب إلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته